من مثل أحمد في الكونين نواه بدر جميع الوراء في حسن تاه من مثل أحمد في كونين نواه من مثل أحمد في كونين نواه بدر دميع الوراء في حسن تاه من مثله وإله هو العرش شرفه من مثله وإله هو العرش شرفه في الخلق والخلق إن الله أعطاه في الخلق والخلق إن الله أعطاه الشمس تاخدل من أنوار طلعته الشمس تاخدل من أنوار طلعته حارة عقول الوراء في وصف معناه حارة عقول الوراء في وصف معناه تبرك الله ما أحلى شمائله تبرك الله ما أحلى شمائله حاز الجمال فما أمام حياه حاز الجمال فما أمام حياه يا عربا واد النقايا يا أهلك أظيمة يا عربا واد النقايا يا أهلك أظيمة في حيكم قمرون في القلب مأواه في حيكم قمرون في القلب مأواه صلى عليه إلى هول عرش ما طلعت شمس وما حث حثا حادي ما طاياه شمس وما حث حثا حادي ما طاياه من مثل أحمد فيه كونين نواه من مثل أحمد فيه كونين نواه بدر جميع الوراء في حسنه تاه بدر جميع الوراء في حسنه تاه اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصلي وسلي مبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه أحادي أحادي في هذا المنطق في شعبان أحادي 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 من مثل أحمد في الكونين نواه من مثل أحمد في الكونين نواه أحادي 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 بدر جميع الوراء أحادي 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 حسن 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 is perfection of beauty أي شيء من مثله وإله العرش شرفه is there anyone like him when Allah subhanahu wa ta'ala the Lord of the throne has honored him في الخلق والخلق إن الله أعطاه in his creation and in his manners in his character Allah subhanahu wa ta'ala gave him something that he didn't give to anyone else إن الله أعطاه الشمس تخجل من أنوار طلعته even the poet here is saying even the sun is shy يعني the sun is shy from his light because the sun knows that his light is there's nothing it doesn't measure up to his light so it's shy to show itself when his light appears حارت عقول الورى في وصف معناه the minds of Allah's creation was lost when they try to describe not just his appearance but معنى his reality تَبَارَكَ اللَّهُ مَا أَحْلَى شَمَائِلَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala glorified for what the 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 description of what what beauty he has bestowed on his Habib حَازَ الْجَمَالَ فَمَا أَبْهَى مُحِيَّهُ all of beauty is in him there is no 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 shape or appearance like his يَا عُرْبُ وَادِ النَّقَايَةِ يَا أَهْلَ كَاظِمَةٍ كَاظِمَةٍ is a place near Medina so the poet is saying O Arabs of that that valley of نَقَايَةِ يَا أَهْلَ كَاظِمَةٍ O people who live in that valley close to Prophet صلى الله عليه وسلم is Medina في حيكم قمر في القلب ما أواهو in your neighborhood there is a moon whose place is in the hearts of his lovers صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما حثث الحادي ما طيه may Allah the Lord of the throne send blessing upon him every time the sun rises وما حثث الحادي ما طيه is الحادي is the one who rides the camels or the when he pushes his camel to move every time he pushes his camel to move Allah سبحانه وتعالى send blessing on him سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم this is poets have tried but no one can come close to describing the magnificence of سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم may Allah grant us to praise him and honor him until our last breath ومن الله توفيق حرمة الفاتحة انسى اشترك v من بالفاتحة انسى انسى جميع اشترك شكرا